تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي جو بايدن تناول خلاله الرئيسان آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى التهديئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين كما شدد الرئيسان على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن آثاره على أمن واستقرار المنطقة وأكد رئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع وجدد تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة أكد الرئيس السيسي موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البصنة والهرسك واستعدادها للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البصنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس رئاسة البصنة والهرسك دانيس بيتشيروفيتش أوضح الرئيس السيسي أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين يعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم جلسة مباحثات مع نظيره البلاروسي رومان جلوفو تشيكو بمقرر الحكومة في العاصمة الإدارية حيث من المقرر توقيع اتفاقيات بين الجانبين كما سيتم عقد منتدى الأعمال المصري البلاروسي وكان رئيس مجلس الوزراء قد استقبل بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء بلاروسيا في أول زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رفيع المستوى وخلال الاستقبال عرب مدبولي عن تطلعه للاستفادة من خبرة بلاروسيا الصناعية خاصة في مجال الصناعات الثقيلة شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع السوداسي العربي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالعاصمة السعودية الرياض واتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة وتدعياتها الإنسانية والأمنية وبهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وسبل صون السلم والأمن والإقليمي والدولي وحضر الاجتماع مزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف ثلاثة منازل في مناطق بمدينة رفح الفلسطينية مما أصفر عن ثلاثين شهيدا وعشرات المصابين كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع ذكرت صحيفة تايمز اف اسرائيل نقلا عن مصدر حكومي إسرائيلي أن تل أبيب تبذل جهودا منصقة لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر باحتقال رئيس وزراء بن يمين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين وكشف المصدر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقود هذه الجهود بالتنصيق مع وزارة الخارجية مشيرا إلى أن واشنطن هي كذلك جزء من الجهود الدبلوماسية الجارية وأوضحت صحيفة لوفي جغو الفرنسية أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إمكانية إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مذكرات اعتقال خلال الأيام المقبلة تتواصل موجة احتجاجات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين بجامعات الولايات المتحدة على الرغم من اعتقال الشرطة لنحو 200 شخص ويطالب المحتجون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فضلا عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش وإنهاء المساعدات الأمريكية الإسرائيل وفي باريس شهد الحرم الجامعي لجامعة السربون تظاهر العشرات من الطلاب للتنديد بجرائم الاحتلال في غزة وقرر مسؤول الجامعة إغلاق المبنى الرئيسي بسبب المظاهرة الطلابية فيما نصب بعض الطلاب خياماً داخل الحرم الجامعي تضامناً مع الفلسطينيين